السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم غنقترح عليكم هاتشكيلة رائعة والمميزة من الحلويات كتجي رائعة وراقية شكلا ومذاقا غير بعجينة واحدة وبمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت نتمنى ان شاء الله ترافقوني حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة تحضير بسم الله نبدأ وعلى بركة الله بالنسبة للمكونات هنا اخذت ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ هكا كتسهل علينا في الخدمة ضفت لها خمسة دلمعالق ديال السكر كما انكم تقدرو تضيفو او تنقصو كيبقى اختياري وضفت لها قبصة من الملح هكا كنعادلو الذوق وكنخلطو المكونات جيدا حتى كنت تحصلو على واحد الخاليط كريمي هاد المرحلة جد مهمة باش تنجح معانا الحلوة ديالنا كجيه شيشة كتدوب فلفن كنت تحصلو على هاد الخاليط هادا وهنا غادي نضيف جوج حبات من البيض يستحسن يكونوا حتى هما بدرجة حرارة المطبخ وهنا ضفت القليل من الفانيلا السائلة كما انكم تقدرو تعوضوها بالفانيلا ساشي على حساب المتوفر خلطو المكونات ديالنا مزيان باش ينساجمو مع بعضهم هنا واحد النصيحة المبتدئات فاش غتبدو تخلطو غتلاحظو بان الخاليط ديالكم ما كيتجمعش وكيتشكلو عندنا تكتولات فما تخافوش هادا ما كيعنيش بان الخاليط ديالنا ما ناجحش دابا غادي نضيف جوج معالق كبار ديال النشا وهنا ضفت ثلاثة ديال معالق كبار ديال جنجلان بتحون يعني غنطحنوه مزيان مش غير نهرمشوه ونخلط المكونات مزيان هنا غتلاحظو بان الخاليط ديالكم ولا عادي يعني دوكتكتولات ما بقاوش غنستمرو فالخالط حتى نتحصلو على واحد الخاليط متجانس ودابا غادي نبدو نضيف الدقيق هنا كيما كتشوفو الدقيق ديالي كنت غربلته من قبل وكنعاود نغربله فهاد المرحلة هادي هنا ضفت ملعقة صغيرة من الخامير الكيموية غادي نغربل كل شي هكا كنضمنو بان الحلوة ديالنا كتجي خفيفة اكتر فهاد المرحلة حتى هي مهمة باش تنجح معانا الحلوة ديالنا وغنستمر في اضافة الدقيق بالتدريج وانا كنجمع العجينة ديالي غيب الأصابع ديال يدية وما كان عجنوش العجينة ديالنا حتى كنت تحصلو على هاد العجينة هادي كتكون متماسكة ورتبة وخفيفة صافي هنايا ما بقى لي غير نقسم العجينة ديالي انا قسمتها هنايا على ثلاثة ديال الاجزاء باش غادي نشكل ان شاء الله ثلاثة ديال انواع ديال الحلويات بعد ما نشكلها هكا كويرات غادي نغطيها بلاستيك غذائي انا غادي ندوز معاكم باش نشكلو العجينة الاولى ناخدت العجينة ديالي درتها بينجوج بلاستيكات وغادي نطلقها بالمدلك كنفضل انا هاد طريقة هادي على اننا ننظيفو الدقيق هكا كنضمنو بان العجينة ديالنا ما كتنشفش معانا وكتبقى بنفس الطراوة بالنسبة للشكل الاول انا اختارت انني نديرو على شكل قلوب وكيما كتشوفو معايا ارشمطو من فوق البلاستيك هكا القلوب كيجيو بومبي كيجيو واحد لمنظر زوين ورائع وهنا بعد مسالي 8 شكل حلوة ديالي كاملة انا كنوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي كيجي رائع كنستفها في صينية الفورن اللي فرشته بورق الزبدة وكندخلها الطيب على درجة حرارة مهيلة ودفا غادي ندوزو الاقتراح الثاني هنا اخديت العجينة ديالي اللي اطلقتها ما بينجوج ديال البلاستيكات صراحة كان نصحكم انكم تستعنوا بالبلاستيك حيث كيسهل علينا الخدمة بزاف هنا من بعد ما نطلق العجينة ديالي غناخد هاد المرشم هادا وانتو ما تقدروا تطبعوه بدك الشي اللي عندكم على حسب المتوفر انا عندي هادا فقلت نستعمله هنا كنطبع الحلوة ديالي كنحاول اننا ننقربها لبضياتها باش هكما كتشيط للينا بزاف ديال العجينة هنا عندي بياض بيضة غادي نضيف لها شوية ديال فاني باش هكما تبقاش لنا ريحة ديال في الحلوة ديالنا غادي نخلطهم معا بعضياتهم زيان حتى نساجمو هنا غادي ندوزو باش نزيينو الحلوة ديالنا هنا كنحاولو ندهنو لها الوجه ديالها ببياض البيض وكنغطسوه في اللوز ايفيلي كما انكم تقدروا تعوضو بدك شي اللي توفر عندكم كما شفتو معاية تزيين ديال هاد الحلوة هادي سهل وبسيط ولكن كيعطي واحد الفرق رائع سواء في البناء ولا في المنظر كاتجي راقية غاستمر على هاد طريقة هادي حتى نسالي الكمية كاملة غاستفهم في صينية الفرن اللي فرشتها بورق الزبدة وحتهو ما غادي ندخلهم الفرن يطيبوا على نار مهيلة وده با غادي ندوز معاكم للشكل الثالث هنا كناخدو العجينة ديالنا كنشكلوها على شكل كويرات نحاولو ما امكان نصغروهم حيث فيهم الخاميرة الكيموية مازال غايتنفقو فاش غايدخلو الفرن وهنا كنغطسوهم في جنجلان اللي غير صهطو بالنسبة لهذا الحلوة هادي قررت انني نشكلها بهذا المرشم هادا كنضم بانهم متوفرين في جميع الاسواق كناخد الكويرات ديال العجينة ديالي كنحاول انني نقدها داخل المرشم على هاد شكل هادا الفيديو كيوضح كل شيء كنضغط باش تخرج في هاديك الرشمة كدجي على هاد شكل هادا كدجي زوينة صراحة عجباتني هنا كنحاول نستفهم في السنية اللي غايدخل الفران اللي فرشتها بورق الطبخ وغايدخلهم هنا بمجرد ما يبدو يتيبو كيتنفخو ديالغوستو ديالهم كيتنفخ هنا غادي نحاولو اننا نضغطو عليهم بشي حاجة حيث مازال غايدخلوهم للتزيين ودبا وصلنا لمرحلة التزيين هنا عندي شوية ديالشوكولاتة بالحالي باللي دوبتها ضفتليها القليل من الزيت نحركها مزيان هكا كتجي الشوكولاتة ديالنا فيها واحد للمعاءة رائعة هنا غادي نبدو بأول حلوة اللي شكلناها على شكل قلوب هنا كنقلصيها بالشوكولاتة المدابة وكن رش عليها من الفوق واحدة الرشة ديالك كاولمر وكن حاول نحركها هكا باش كد تشكل لنا واحد الزخرفة رائعة صراحة هتزيين هادا لوحة فنية نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وين الاعجاب ديالكم صراحة انا عجبني بزف بزف حسيت برا صير صامة وفنانة نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه شوفوا الشكيلات والزخرفة اللي كيعطينا قيمة في الروعة وهنا غد ندوزو باش نزينو الشكل الثاني هنا خديت واحد البلاستيك كدرت فيه شوية ديال كراميل وكن حاول اننا نملأ الفراغات اللي خلينا في الوسط كما انكم تقدرو تعوضوها بالشوكولاتة او المربة بدك الشي اللي توفر عندكم نستمرو على هالطريقة هادي حتى نسالي والكمية ديال الحلوة كاملة وهنا غد ندوز معاكم الشكل الثالث اللي زينناه باللوز ايفيلي غد نديرلو واحد الخطوط رقيقة من العسل او النباج لكن متوفر عندكم كيعطيلو واحد اللمعة واحد البنة رائعة هذه هي النتيجة النهائية ديال الحلوة اللي شاركت معاكم اليوم كما تبعتوا معايا من خلال الفيديو مكونات جد بسيطة سهلة متوفرة في كل بيت قدرنا نتحصلوا على ثلاثة الأشكال ديال الحلويات كل شكل كيتميز على الشكل الآخر حتى البنة كيجيوا مختلفين حيث كل شكل زينناه بنكهة مختلفة وكيما عودتكم ديما داروري ما نحل معاكم الحلوة ديالنا باش شوهوا كيفاش كتجي من الداخل الصراحة كتجي شي شخفيفا كتدوب في الفم نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا التعليق ديالكم لكتحفزني وتشجعني باش مبرتجي معاكم المزيد وإلا كنتي أول مرة كتزوري القناة ديالي ونالك الإعجاب ديالك نتمنى إن شاء الله أنك تشترك وتفعلي زير الجارس باش توصلي بكل جديد حتى الله هنا قد نكون وصلت معاكم نهاية الفيديو ديال اليوم تلقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله